منذ بداية الأسبوع لم يتوقف طياران حافتر عن استهداف مواقع مدنية بعيدة عن جبهة القتال في محيط العاصمة على رأسها مطار طرابلس المدني وغارات في مصراتة بالإضافة لاستهداف قوات حماية وتأمين سرط أكثر من مرة ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوفها رغم بعدها عن جبهة القتال والتكليفها أساساً بمحاربة وملحقة فلول ما يعرف بتنظيم الدولة تحركات حافتر والساعة عبر الطيران جاءت بعد سلسلة ضربات تلقتها قواته في أكثر من محور وأقواها موت قادته في ترهونة كل ذلك تراكم مع فشله في دخول طرابلس منذ إطلاق حملته العسكرية بداية إبريل الماضي لذا فسرت ضرباته العشوائية على أنها محاولة لتغطية فشل قواته في السيطرة على العاصمة حيث صدت القوات التابعة الوفاق كل محاولة قوات حافتر للتقدم برا بل ودفعتها للتراجع في كثير من الجبهات وصرح قادة عسكريون بقوات الوفاق لبالأحرار بأنهم قادرون على أكثر من ذلك لكن الأوامر لم تصدر لمزيد من التقدم معتبرين أن الوقت مناسب لتحقيق تقدمات أوسع إن صدرت الأوامر من القيادة العليا لا سيما في ظل حالة الربكة في صفوف قوات حافتر بعد مقتل قائد اللواء التاسع وعدد من القيادين في مدينة ترهونة جبهات جديدة يفتحها حافتر والنيران طائرات داعمه المسيرة تحاول الانتقام عبر قتل المدنيين بعد فشل المخطط الذي سوقه بشأن السيطرة السريعة على العاصمة يتزامن ذلك مع مساع حثيثة لعقد اجتماعات دولية تهتف أساسا لوقف إطلاق النار والعودة لطاولة الحوار وقبل أسبوع من اجتماع الأمم المتحدة والتي سيلقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كلمة أمامها بعد أن أجرى سلسلة من العقاءات المحلية التي تهدف لتوحيد الرؤية بشأن حل الأزمة الليبية اشتركوا في القناة